موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله قال الله تعالى في محكم آياته واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وصحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من الفتنة دبور كل صلاة فعن أم المؤمن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المبادرة والتزود بالأعمال الصالحات قبل حيول الفتن بل قبل حضور الموت أو مجيئه قال تعالى يوم يأتي بعض أيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وجاء في حديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا ققطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا للحديث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتن يسعدنا ويشرفنا يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان خميس أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة قطر أهلا بك دكتور رمضان وجمعة مباركة أهلا بك دكتور رمضان وجمعة مباركة بارك الله فيك دكتور رمضان نعيش في هذا الشهر المبارك ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم أضاء الطريق ليس للمؤمين والمسلمين بحسب لكن للعالم أجمع في مواجهة كل الصعاب ومنها الفتن فكيف نبدأ من ميلاده صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الفتن نعم حسن الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين بداية شكر الله لكم هذا الاختيار الموفق الذي يتناسب مع الواقع الذي تعيش الأمة وهذا التنزيل الموفق على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للأمة كلها بل للبشرية جميعها منهاجا وصراطا مستقيمة إذا مضت عليه لم تحد عنه ولم تقع في فتن وإذا وقعت خرجت منه ورضي الله عن شوقي إذ يقول إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم النظرات وضاع أريج تحت كل ثنية وفاح أريج تحت كل حصات فقل يا رسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إيذانا بوضع هذا الصراط المستقيم ووضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهاج الذي يعصم الناس ويعصم المسلمين من الوقوع في الفتنة سواء في تعامله صلى الله عليه وسلم مع النماذج الموجودة من الفتن أو في توصيفه لها وتحذير الصحابة الكرام منها وحتى بوب أصحاب كتب السنة بابا يتعلق بالفتن فرصدوا فيه الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب الله عليه وسلم طيب بداية من فضيلة الدكتور لو تحدثنا عن فكرة مصطلح الفتنة نعم أو الفتن ما المعنى أو ما المقصود بها الفتن في اللغة يعني الصهر ويعني الابتلاء ويعني الاختبار نقول مثلا نفتن الذهب يعني ندخله البوتقة أو المحرقة حتى يتخلص من الشوائب والفتنة في معناها الاستلاحي بلاء من خير أو شر يعرض للإنسان ليرى الله عز وجل موقفه من هذا الخير أو الشر وقد تكون الفتنة في أمور خيرة وقد تكون في أمور ليست خيرة ووردت في القرآن الكريم تقريبا 36 مرة المفردة تدور في القرآن الكريم دارت بالفعل الماضي 11 مرة وبالفعل المضارع 12 مرة ودارت بلفظ اسم الفاعل مرة ودارت باسم المفعول مرة وبالمصدر 35 مرة وهذا يندل على شيء فإنما يدل على أن الفتنة موجودة وتوجد وستوجد في قابل الزمان مادم هناك صراع بين الخير والشر بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر بين الصواب والخطأ فلابد أن يعرض الإنسان لهذه الفتن ويعرض الله عز وجل عباده على هذه الفتن حتى يميز الخبيثة من الطيب نعم بارك الله فيك دكتور بالحديث حول الفتنة في القرآن وذكرها وحرك يعني ما شاء الله حصرت الله يرضى عنه هذا اللفظ يعني نجد في القرآن في سورة البقرة نعم آية والفتنة أشد من القتل نعم وهي في أيام حوى تسعين نعم ثم بعد ذلك في آية 217 والفتنة أكبر من القتل نعم ما الفرق بينهم الحقيقة هذا يعني هذه لمحة بديعة وهي من أسليب البيان في القرآن الكريم في الآية الأولى التي تفضلت بذكرها ويقول سبحانه وتعالى وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والآية الثانية في قولي تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل أكبر من القتل الآية الأولى تتحدث عن إخراج الكافرين تتحدث عن خطاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يقتلوا هؤلاء الذين صدوهم عن سبيل الله وأخرجوهم من دين الله سبحانه وتعالى فمهما كان في القتال من ابتلاء ومن فتنة فإن الصدود والخروج من دين الله سبحانه وتعالى أشد من الأذى الذي يلقاه الله الإنسان في القتال وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ومثل قوله سبحانه وتعالى قل نار جهنم أشد حرا عندما تحدث المنافقون عن أنه لا يخرج للجهاد في سبيل الله لا تنفروا في الحر فنزل قوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا فأن يدافع الإنسان عن دينه وأن يدافع عن أرضه وعرضه وبلده ووطنه مهما تكلف في ذلك من إيذاء الفتنة فيه أقل من أن يخرج عن دين الله عز وجل وأما الآية الثانية وهي التي تتحدث عن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير هذه الآية تبين أن الصد عن سبيل الله وأن إخراج المسلمين من المسل الحرام أشد من القتل والملمح الثاني أن الآية الأولى تخاطب المؤمنين وأن الآية الثانية تخاطب الكافرين فلم ترد الآية الثانية أن تصف الفتنة بأنها أكبر حتى لا تعظم أفعال الكافرين فاختيار المفرد القرآنية واختيار الكلمة في السورة القرآنية اختيار آسر واختيار يدل على إعجاز القرآن الكريم فتستخدم كلمة الشدة في المقام الذي فيه خطاب للكافرين وكلمة أكبر في المقام الذي فيه خطاب للمؤمنين بالإضافة إلى ما نعلمه من أن الأذى الذي يعرض للإنسان في سبيل الله مهما كان الفتنة ستكون أكبر منه بلا شك بارك الله فيك دكتور بالحديث حول الفتن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة كان تعرضا لفتن أيضا حبما الفتنة الأولى أو الفتنة الشهيرة فتنة وضع الحجر الأسعد وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا لوأد هذه الفتنة الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها كان منهاجه منهاجا وسطيا رشيدا متوازنا يجمع بين القواسم العقلية المشاركة بين الناس وبين الأعراف المقبولة عند الناس فحتى في هذا الحدث الذي تفضلت بذكره مشكورة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عددا من القبائل كل واحد ينوب عن قبيلة ليحملوا هذا الحجر ويضعوه ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم الجميع ويشارك الجميع في وضع هذا الحجر ونيل هذا الشرف ويئد النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بين أهل مكة بهذه المشورة العاقلة المتوازنة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن الفتنة وأن فتنة الله للناس سنة من سنة الله سبحانه وتعالى ولذلك عندما تنقل عنه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات فالنبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن هناك فتنة في الحياة وفتنة بعد الممات ويعلم أصحابه الكرام كيف يتعاملون معها وكيف لا يقعون فيها وكيف يدركون أن هذه الدنيا هي دار فتن وابتلاء واختبار ولذلك كان جعفر الصادق رضي الله عنه وارضا يقول من طلب ما لم يخلق تعب ولم يرزق قالوا ما معنى هذا قال من طلب الراحة في الدنيا اقرأوا إن شئتم قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد فمدام الإنسان حيا في هذه الحياة فلابد أن يعرض للابتلاء وأن يمر عليه الاختبار وأن يعرض للفتنة واللبيب الماهر هو الذي يتمسك بأسباب النجاة حتى لا يقع فيها وإذا وقع فيها فتكون عنده الوسائل والطرق التي يخرج منها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب عيس صلى الله عليه وسلم فضاء الدكتور إذن ليس الفتنة دائما تأتي بشكل سلبي هل ممكن الإنسان يعتبر أن الأولاد فتنة أن المال فتنة أن الجاه فتنة أن التزام بالصلاة فتنة هل ممكن يعتقد ذلك؟ الفتنة بمعناها اللغوي كما ذكرت تعني الاختبار والابتلاء والصهر وبمعناها الاستلاحي تعني تعريض الإنسان لاختبار شديد سواء بالخير أو الشر والله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والمعنى أن هذه الفتنة هي اختبار الاختبار ليس معناه الشر في كل حال قد يكون الاختبار ليظهار المكانة والحصول على الدرجات العالية لمن تميز واجتهد وقد يكون الاختبار يعني مصيبة بالنسبة للذي لم يأخذ بالأسباب والله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فالفتنة يمكن أن تكون بالخير يمكن أن تكون بالشر وحديث القرآن الكريم عن أن الأموال والأولاد فتنة ليس معناها أنها مرغبا في البعد عنها ولا التزهيد فيها وإنما يختار القرآن الكريم اللفظة المناسبة لتدل على دلالة مناسبة فالأولاد والأموال يكونون خيرا إذا استخدموا في الجانب الخير ويكونون شرا إذا استخدموا في الجانب السيء ولذلك هي مرحلة من مراحل الابتلاء والاختبار والله سبحانه وتعالى عندما يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني مختبر تمرون من خلاله فإن قمتم فيها بحق الله عز وجل فقد أفلحتم وإن لم تقوموا فيها بحق الله عز وجل فقد فشلتم وخسرتم لا سمح الله ولذلك كل اختبار يمر بالإنسان ينبغي للإنسان أن ينظر فيه إلى الجوانب الحسنة وأن يأخذ منه أفضل ما فيه وأن يعرف أن كل بلاء وكل فتنة هي نعمة في حد ذاتها نعمة إذا أحسن استخدامها واستغلالها وهي نقمة لا سمح الله إذا رسب في الاختبار فيها هل نعلم من ذلك أو نعرف من ذلك أن الابتلاء والفتنة مترادفان؟ هما ليس مترادفان فأنا موقن أنه لا يوجد ترادف في العربية كل كلمة تدل على معنى محدد تماما ومن باب أولى لا ترادف في القرآن الكريم يعني لا ترادف في القرآن الكريم حتى يفهم من يتابعنا ببساطة لا توجد كلمة في القرآن الكريم تشبه كلمة أخرى يعني كلمة الريب غير كلمة الشك وكلمة شك غير كلمة ريب ولذلك استخدم الريب في مكان والشك في مكان كلمة زوج غير كلمة بعل فهذه تستخدم في مكان معين ومقام معين وتلك تستخدم في مقام معين فالفتنة ليست هي الابتلاء الفتنة هي صورة من صور الابتلاء والاختبار فإذا نجح الإنسان في هذا الابتلاء فهو على خير وإذا لم ينجح فله جزاؤه من الله سبحانه وتعالى فهما يلتقيان في نقطة الفرز والاختبار والابتلاء وتنفرد الفتنة بأنها غالبا ما تكون أشد لأنها يمكن أن تكون في الدين يمكن أن تكون في الوطن يمكن أن تكون في الأولاد يمكن أن تكون في المال وهكذا فهما ليس مترادفان وإنما الاختبار جزء من الفتنة كل اختبار يمر به الإنسان هو جزء من الفتنة فيجمعهما كما يقول الأصوليون عموم وخصوص هل نفى من ذلك دكتور أن هناك فتن خاصة أو فتن عامة فتن خاصة بالشخص نفسه وفتن عامة عم الجميع نعم الحقيقة إذا تتبعنا كلمات القرآن الكريم ونظرنا إلى مواطن ورود الفتنة في القرآن الكريم وجدنا مثلا أنها تتحدث عن الفتنة على أنها التعذيب أو الإحراق أو الاضطهاد الديني أو تتحدث عن أن معنى الفتنة الإخراج من الأوطان والبلدان أو أن الفتنة هي فتنة في الأموال أو النفس بالمرض ولذلك يمكن أن تكون الفتنة فتنة خاصة على مستوى الشخص أن يبتليه الله عز وجل باختبارات متعددة إما في المال وإما في الأولاد وإما في الصحة وإما في الجيران وإما بأي صورة من الصور وإما أن تكون الفتنة فتنة عامة لا سمح الله وهي الفتنة التي تعم المجتمع الفتن التي تكون شاملة تشمل المجتمع كله وهذه طبعا فيها إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم ويعد حديثه صلى الله عليه وسلم عن هذا الباب من أعلام النبوة يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يتنبأ بأنه ستكون فتن ويضع المنهاج النبوي صلى الله عليه وسلم للتعامل معها هذا يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يقول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم قالوا ومن مخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغل عزة في غيره أذله الله فالنبي صلى الله عليه وسلم خبر الصحابة وخبرنا من بعض الصحابة أنه ستكون فتن وهذه الفتن ستكون شديدة شدة قطع الليل المظلم حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يرقق بعضها بعضا يعني يرقق بعضها بعضا يعني كل فتنة تأتي تنسيكا التي قبلها كما يقول القائل رب يوم بكيت منه فلما مضى بكيت منه عليه يعني نقول هذا بلاء فعندما يأتي البلاء الثاني نقول والله هذا الذي مضى ليس بلاء بالصورة الشديدة وهذا من اختبارات الله عز وجل للإنسان في هذه الحياة الإنسان ما دام حيا يا أستاذ مجاهد فهو في صراع وفي اختبار وفي افتتان حتى يحط رحاله عند الله سبحانه وتعالى والمؤمن الحق الذي يعتصم باء الوسائل والأسباب التي تنجي من الفتن والتي تعينه على عدم الوقوع فيها أساسا ويعني يقولون السلامة لا يعديلها شيء أن يكون الإنسان سالما وبعيدا من الفتن فهذه في حد ذاتها نعمة كبرى نعمة أن يكون الإنسان النبي السلام يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بعض الناس لا يشعروا بأنه في راحة وفي عافية وفي بعد عن الفتن إلا بعد أن تمر مرحلة الراحة ومرحلة العفو قوله صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها آمنا في سرب يعني يعني آمنا نائما لا عليه ديون لا عليه ثأر لا عليه مظالم لا عليه حقوق فهو ينام تحت أي شيء كما نام عمر رضي الله عنه أرضاه في الموقف المشهور الذي يسجله حافظ للتاريخ في قوله وراع صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو رعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مجتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمتنوا مقرير العين هانيها كون الإنسان سالما من البلاء ومن الفتنة هذه نعمة من نعم الله عز وجل ينبغي أن يشكر العبد ربه عليها لكن ربما دكتور فكرة الاعتياد النعمة نعم يذهب عنها فكرة الشكر يعني نعيش في النعم كثيرة ونعتد عليها فنعتبرها حق هذا ملمح صوفي راقي جدا جدا وملمح سلوكي عالي جدا جدا صاحب الظلال شهيد القرآن سيد قطب رضي الله عنه أرضاه يقول إن إلف النظرة يذهب بهاء العبرة يعني نفس المعنى الذي تقوله حضرتك مشكورا لكن بصورة مكثفة إلف النظرة يذهب بهاء العبرة أن يعتاد الإنسان على الراحة وعلى الوفرة وعلى الرفاهية وعلى الصحة وعلى السلامة وعلى الحرية وعلى الأمان هذا يخيئ له أن هذه طبيعة الدنيا لا هذه ليست طبيعة الدنيا لذلك العبد مطالب بأن هو لماذا تحدث الاختبارات اختبارا بعد اختبار حتى يعرف الشبعان أن هناك جوعا وحتى يعرف الصحيح أن هناك مرضى وحتى يعرف الحر أن هناك مأسورين وحتى يعرف أصحاب العافية أن هناك أصحاب ابتلاءات فحتى يديم العبد نعم ربه عليه ينبغي أن يديم شكره على هذه النعم وفي هذا يقول الأول إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقب سيدنا موسى عليه السلام يقول لله عز وجل ربي كيف أشكرك ولك في كل نعمة عندي نعمتان نعمة في إيجادها ونعمة في إدراك لها المعنى الذي تلمسه مشكورا إدراكنا أننا في نعمة هذا في حد ذاته مطلوب أن أدرك ولذلك النبي السلام يعني يقول ينظر أحدكم إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه فإنه أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه عندما ينظر يعني صاحب الخمس تلاف إلى صاحب الألفين يقول الحمد لله لكن لو نظر إلى صاحب العشرة والعشرين والخمسين لن يتمتع بالذكر وشكر الله عز وجل لك الحمد يا مولاي في كل نعمة ومن جملة النعمة قولي لك الحمد فأن أدرك أنني في نعمة فهذه في حد ذاتها نعمة أخرى مبارك الله فيك دكتور رمضان على هذه المعاني الطيبة يقول البعض يعني أن نحن نعيش الآن في زمان كله فتن نعم يعني فتن في الصباح وفي المساء فتن يعني في الدين وفي الأموال وفي الأولاد نعم ويقول يعني أن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل أيام وقد لا يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته نعم عايش وتعايش وواجه فتن كثيرة نعم فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حجم هذه الفتن التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول البشرية كلها صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فعاش كل المراحل التي يعيشها الإنسان كل الإنسان في السراء والضراء في الخير والشر في الرخاء والشدة في الصحة والمرض في القيادة وفي الجندية في حكم الدولة وفي رعي الغنم. عاش صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في كل صورة حتى يجد فيه صلى الله عليه وسلم كل عبد من البشرية الصورة التي يريدها. فالقائد سيرى أن الرسول كان قائدا. والجندي سيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جندية. والذي هو في حال صحة سيرى ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في حال مرض سيرى ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش صلى الله عليه وسلم الحياة كلها بحلوها ومرها حتى نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم كل صغير وكبير في حياته حتى الأمور الخاصة. فعرض له صلى الله عليه وسلم الفتن الصغيرة والكبيرة. الفتن على مستوى إدارة الأسرة والفتن على مستوى الاختلاف بين الزوجات المتعددات رضي الله عنهن وأرضهن. والفتن مع اختلاف الصحابة فيما بينهم. والفتن مع سماع بعض الصحابة لأمره أو تأخرهم عنه. أعطي لحضرتك والمشاهدين الكرام مثالا سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على العمرة ورده أهل مكة إلى العام التالي. وأخبر الصحابة بذلك فبعض الصحابة أو كثير أو معظم الصحابة لم يتقبلوا الأمر بصدر الرحب. يعني من ناحية نفسية على الأقل. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ما يحزنك يا رسول الله. يقول أصحابي يخالفون أمري وأخشى أن ينزل بهم العذاب. فتقول رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله قم وادعوا حالقك ليحلق لك وتنحر وتتحلل. وهم إذا رأوك كذلك سيصنعون مثل ما صنعت. فيصنع صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع ويتبادر الصحابة الكرام في الاقتداء والإئتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى كاد بعضهم أن يجرح بعضا من شدة الامتثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش الفتن والابتلاء على مستوى الأسرة على مستوى الزوجات على مستوى الفقد الأولاد والبنات. عاش صلى الله عليه وسلم الفتن والابتلاء في الدائرة الفردية الصغيرة وفي الدائرة الكبرى من خلال الأحداث الكبيرة التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يضع صلى الله عليه وسلم المنهاج العملي والأدوية الناجعة بصورة كأنه ينظر إلى الغيب من ستار رقيق. يقول صلى الله عليه وسلم مثلا وهو يوصف هذا الأمر للصحابة فيما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يستشرف لها استشرفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم. ما المعنى دكتور فتن؟ نعم. كيف نسقط هذا الأمر على ما نعيشه الآن؟ أحسن لك هذا جانب مهم وهو الجانب التطبيقي الذي يخص الناس في الجانب العملي. يعني أن مقامنا هنا ليس مقام المحاضرة في الجامعة مثلا. نعم مقام النقاط العملية التي أستفيد منها وتستفيد منها ويستفيد منها المشاهدون على حد سواه. الجانب الأول النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ نفوس السامعين أن هناك فتن ستكون. وأن دور كل إنسان فيها يختلف عن الآخر. فالقاعد فيها خير من القائم. يعني الذي يكفي خيره شره خير من الذي يسعى ويتحرك في الفتن. والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي. هذه مراتب في أداء أدوار من يقوم بالفتنة. وفي تذييل الحديث فمن استشرفتها استشرفت. يعني الذي يطاول لها عنقه ويتلصص عليها ويفتش عنها. هي ستختطف وتجتذب لأنها فتانة. هي تخطف الناس وتفتن الناس. فدور الإنسان في هذه. إذا تضحت له أنها فتنة. تضح له أن هذا الأمر فتنة. أن يصنع بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكف خيره شره وشره خيره. وأن يعتزل الناس. طبعا هذا مبني أساسا على توصيفنا لمعنى الفتنة. وإلا بعض الناس يرى أن كل اختلاف هو فتنة. لا ليس كل اختلاف فتنة. الاختلاف الذي يؤدي إلى التنوع والتضافر والثراء. هذا ليس فتنة. بل هو محمود ومندوب. والله سبحانه وتعالى يقول. وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمْ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ مفسرون هنا يقولون. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اسم الإشارة هذا. عائد على الاختلاف. ولا على الرحمة. أم على الاثنين معا. والراجح في أقوال المفسرين. أنه راجع إلى الاثنين معا. لأنهم عندما يختلفون. تظهر آراء متعددة. ويظهر لمن يريد أن يأخذ بالرأي الذي يناسبه. ولذلك كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول. مَا وَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. لم يختلفوا. فإن في اختلافهم رحمة. فالتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم. ووضعه لهذه الأدوية. يعيننا على إحسان التعامل مع الفتنة. فالدكتور على مدار عشر سنوات ماضية. تعرضت المنطقة العربية لموجات من الثورات. ثم الثورات المضادة. من دفع الشباب إلى فكرة بناء أوطانهم. وصلنا إلى هروب الشباب من أوطانهم. خوفا على حياتهم. في هذا التوقيت. البعض قال أن هذه فتنة. وتجنب هذا الفتنة. وأتى الأمر هذا من قادة. من علماء. من دعاة. أن هذا الأمر فتنة فلن نتحدث فيه. فكيف نفرق بين أن هذا الأمر فتنة لا نتحدث فيه. ونتجنبه. وبين فكرة أن الحق والباطل بين. ونبد من توضيحه للناس. الحقيقة ميزاننا في كل صغير وكبير. كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يظن النظام أن هذا يعني تصطيح للفكرة. أو هروب من الجواب. الأمر الذي يعد فتنة. هو الأمر الملتبس. الذي لا أتبين فيه وجه الحق. على مستوى نفسي. أو على مستوى كلام العلماء. الربانيين الصادقين. أما أن يتضح الحق أمامي. وأن تحي ناحية. وأقول إن هذه فتنة لا. هذه ليست فتنة وأنا لا أعتزلها. بل هذا جبن عندي. وأنا أهرب من الميدان. العرب يا أستاذ مجاهد قديما. كانوا يأبون أن يتركوا ميدانهم. ويأبون أن يتركوا كلمة الحق في مقام الحق. أفضل بيت قالته العرب. إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت. فلم أكسل ولم أتب الذي. وتكرر هذا المعنى في تراثنا الأدبي بصورة واضحة. حتى يقول قائلهم. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. يعني واحد خطاف للخير. واحد سباق إلى كل محمدة وكل مكرمة. فعندما يتبين لي أنه حق. فينبغي أن يكون في صف الحق. ولا أؤثر الراحة. فإن الراحة لا تنال بالراحة. وإن النعيم لا يدرك بالنعيم. وإن الصراع بين الحق والباطل دائر. ما دارت على الأرض حياة وحياء. أن يطلب الناس الحرية في بلادنا العربية. هذا ليس مطلبا شرعيا. فحسب هذا مطلب إنساني. مطلب لكل العقلاء. أن يترتب على هذا الطلب. مصادرة للأموال. ومطاردة للأبدان. وحبس للعمالقة وراء الأسوار. هذه ضريبة طبيعية للصراع بين الحق والباطل. أنا لا يحتج عالم. العالم الذي يحتج. على عدم اتخاذ موقف في الفترات السابقة. ويقول انظروا إن الثورات أدت إلى كذا. وإن هذه فوضى أدت إلى كذا. نقول له إما أنك تفهم الحق وتحيد عنه. وإما أنك لا تفهم الحق. فما دام هناك صراع. لابد يكون هناك مغارم ومغانم. لابد أن يكون. الله عز وجل يقول في سورة لقمان. على لسان لقمان رضي الله عنه وارضاه. يا بني أقم الصلاة. وأمر بالمعروف. وانهى عن المنكر. وبعدها واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. لماذا اصبر على ما أصابك؟ لو كان يصلي في بيته ومسجده. فحسب لا يتحرك له أحد. أما أن يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر. ويبين الحق. ويبين الفساد. ويبين الاستبداد السياسي. وبين الطغيان. الذي يحدث من كثير في ولادنا العربية. فهنا ينبغي أن يهيئ نفسه للصبر. لماذا؟ لأنه اقترب من دوائر ساخنة. وهذه الدوائر الساخنة. تدافع عن أملاكها. وتدافع عن ما تملكه. فضل الدكتور في هذا الأمر. إذا قال إنسان أن الحق بالنسبة له بين. والباطل بين. هو يرى بوضوح هذا حق وهذا باطل. لكن أنا إنسان ضعيف. لو استصدرت سأعرض نفسي لفتنة. قد تأتي على الأخضر. ولكن بالنسبة لي. أحسنت. أحسنت. هذا أسأل مميز جدا. وأنا كنت أنتظره منك. لأنه يكمل الفكرة تماما. المسلم لا يطالب الدنيا كلها أن تكون أصحاب عزيمة. إن العالم منهم صاحب العزيمة وصاحب الرخصة. ومنهم المقدام والمحجام. ومنهم الكريم والبخيل. ومنهم الشجاع. ومنهم الخوار. كل شخص أدرى بوجعته. لكن هذا الذي لا يستطيع أن يقول كلمة الحق. ويعتزل. هو يعرف الحق والباطل. لكنه يقول أنا ضعيف. لا أستطيع أن أجابه. ولو جابه تعرضت لأذى قد أفتن فيه في ديني. هذا نقول له. يعني خذ المكان الذي يناسبك. لكن بشرط أن لا تكون وقودا للباطل. وأن لا تكون حطبا لهؤلاء الطغاة المستبدين. شيخنا العلامة. الشيخ الشعراوي. أنا قلت في البداية كلام شوقي رضي الله عنه. لأن الإمامنا الشيخ الشعراوي. إذا ذكر شوقي تردعا. لماذا؟ لعل هذه طرفة سريعة. يقول رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يزور شوقي. فمن وقتها لم يذكر شوقي إلا بقوله رضي الله عنه. الشيخ الشعراوي كان عنده هذه اللمسة الصوفية الراقية. العالمة. هو هذا الشيخ الشعراوي. الراقي الصوفي السالك. وهذه لمحة نقولها للذين يتسترون وراء الصوفية الصامتة والصوفية السلبية. نقول لهم الصوفية الحقيقية. ليست هكذا. الشيخ الشعراوي. وهو رأس من رؤوس العلم ورؤوس الصوفية. يقول إذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تصفق للباطل. إذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تصفق للباطل. يعني أن أدرك أني ضعيف. وأني لا أستطيع المواجهة. هذا من حقك. وكل نفس وكل إنسان أدرى بقوته وأعلم بواجعته. لكن لا يكن سكوتك زادا لهؤلاء الطغاة. ولا وقودا لهذا الاستبداد. بل حسبك أن تكون في مكانك. وأن تدعو للذين يضحون. والذين يخرجون. والذين يؤسرون. والذين يهجرون. والذين تصادر أموالهم. والذين يحرمون من نزول بلادهم. والذين يؤسرون إذا نزلوا إلى بلادهم. ينبغي أن تنظر إلى هؤلاء نظرة رشيدة. وأن تدعو لهم. وأن تكون في مقامك الذي اخترته لنفسك. فدكتور حرك في كلامك قلت العلماء الربانيون. وهذا اللفظ يتكرر كثيرا. فمن هم هؤلاء العلماء وكيف نعرفهم؟ الحق ينطلق المسلم والعالم وطالب العلم من مضامين القرآن الكريم. نحن لا نقسم الناس ولا نصنفهم ولا نحكم عليهم. فنحن دعاة لا قضاء. لا نقول للناس هذا عالم رباني وهذا عالم دنيوي. لا يملك أحدا يقول هذا. لكن القرآن الكريم بيّن لنا أن العالم الرباني هو العالم الذي يمزج بين العلم والعمل. ماذا يفيدني أنت إذا قلت لي أو قلت لك ماذا يفيدك حتى يكون أكثر أدبا. ما يفيدك أنت إذا قلت لك خطبة عصماء ثم رأيتني في مقام آخر. وأنا مسرف على نفسي على عكس ما أقول. سيدنا علي رضي الله عنه ورضا يقول يهتف العلم بالعمل. فإن أجاب وإلا ارتحل. وأبو الأسود الدؤل يقول يا أيها الرجل المعلم غيره. هل لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى. كيما تصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها. فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويرتجى. منك النوال وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. عار عليك إذا فعلت عظيمه. القرآن الكريم وسلم جاهد. وصف لنا العلماء الربانين في قولي تعالى. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب. وبما كنتم تدرسون. تعلمون يتعلم ويعلم ويعمل. وقد جمع الله سبحانه وتعالى المراحل كلها في آية واحدة. في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم هذا ميدان العلم والفهم. أنه لا إله إلا الله ميدان العقيدة الصحيحة. واستغفر لذنبك هذا العمل. وللمؤمنات هذه دعوة. فالعالم الذي يعمل ويمزج بين القول والسلوك. ويكون هم يقولون إذا كنت إمامي فكن أمامي. ماذا يفيدك أنت إذا كنت أنا خطيبا مفوها. وأتحدث عن الشجاعة. فإذا جد الجد لم تجدني أمامك. ستضرب بكل ما سمعته مني أعض الحاد. فالعلماء الربانيون هم العلماء العاملون. الذين يتحركون بما يقولون. وينزلون ما يقولون على الواقع. ويعلمون الناس الصواب والخطأ والحق والباطل والحلال والحرام. ويكونون في صدارة الناس وليس في مؤخرتهم. سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه. يقول أهل القرآن. طبعا القراء في زمن النبي هم الفقهاء. لأنهم كانوا حافظين خارئين. وليس كما يشيع الآن في عصرنا هذا. يقول يا قراء القرآن. ينبغي أن يعرفكم الناس بأفعالكم. فيكونون. تعرف حضرتك. إن سبب من أسباب جمع القرآن. مقتل سبعين من الصحابة. لماذا؟ لأن هؤلاء سبعين من القراء. لماذا؟ لأن القراء كانوا في مقدمات الصفوف. لم يكونوا يجنسون في المساجد والزوايا. فحسب لا. هم يقرؤون ويقرؤون ويجاهدون. وابن تيمية شيخ الإسلام رضي الله عنه وارضاه. كان يدرسه في وقت. ويكون على رؤوس المجاهدين في وقت آخر. حتى يجمع بين العلم والعمل بهذه الصورة. برق الله فيه دكتور رمضان. مع عدد من يتصالات سنأخذها. ثم نستمر في هذا الحوار الطيب الماتع. معي أول اتصال أبو أنس من نيورك. تفضل أخي أبو أنس. أيهاكم الله شيخ مجاهد. ونحيي ذكرون الحبيب الدكتور رمضان. الله يكبر. أبو أن نبدأ به في هذا المبارك. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال للشيخ الحبيب الأول هو. والفتنة أشد من القتل. في قولها تعالى سبحانه وتعالى. أي فتنة شيخ الحبيب. هناك فتنة. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى. والفتنة أشد من القتل. أي فتنة. هذه أول سؤال. أما السؤال أخي الشيخ الحبيب عندما نرى تصرف نبينا عليه السلام هارون مع نبينا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل عندما ذهب موسى عليه السلام ورجع واتخذوا العجلة إلها. فماذا كان تصرف هارون عليه السلام أنت تعرف أكثر من إن شاء تفاصل هذا الموضوع. كيف أنه صبر على قومه وهم يشركون بالله. لأنه وصه موسى عليه السلام على أن يتفرقوا. فأريد منك يا شيخنا أن تفسرنا هذا ذنب شرق بالله سبحانه وتعالى. فأريد كيف نتعلم من إدارة الفتن. ونريد منك كيف هناك علماء قريبين من السلطة. وهناك علماء يكونون مع العوام. وهم ربانيون. إلا هم يكون ربانيا. أنا أتكلم عن العالم الرباني الذي يكون قريب من السلطة. والعالم الرباني الذي يكون بين العوام الناس. لا بد أن يكون هناك اختلاف أو يكون هناك كذا. فكلهم يريدوا إرضاء الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا اختلف هؤلاء العلماء من يحيطهم هو عامة الناس. وهناك علماء ربانيون أيضا يكونون قريبون من السلطة. فأريدك أن تنصح هؤلاء وتنصح هؤلاء. وجزاكم الله وخير حبيب. بارك الله فيك أبو أنس من نيويورك. أسئلة طيبة وشكر لك على توصلك معنا. معي اتصال آخر سيد سعد من الكويت. فضل أخي سعد. أهلا وسهلا أستاذ مداهد. وباختصار جدا يا أستاذي. التطاول على الغير. وكذلك الطعن بالأعراف. والطعن بالأعراف. والأذى والأذية والأبرار. وكذلك السخرية والاستهداء والتعاطي. هل تعتبر فتنة؟ تحياتي ليك وللبرنامج وللقناة وللدكتور المحترم. شكرا لك. شكرا لك سعد من الكويت. شكرا جزيلا لك. معي اتصال آخر سيد أحمد من الجزائر. تفضل أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد قراوي يحيي قناة الجزيرة. أحي أمك وأخي مجاهد. أحي أمك وأخي مجاهد. لما نقول الفتنة بخيرها وشرها. لماذا نخوف المسلم إذا كان إيمانه ضعيف يا أخي مجاهد؟ نقوله الحياة فتنة خيرها وشرها. إذا كان المسلم ضعيف بإيمان يا أخي مجاهد. يسمع بأن الدين فتنة فربما يرتد عن دينه. إذن إذا قلنا له بأن الفتنة خيرها وشرها. كيف يجب علينا أن نجابه المسلم بالحقيقة حتى لا يرتد عن دينه؟ أخي مجاهد يعني سؤالي واضح. إذا كان مؤمن ضعيف الإيمان ويسمع بأن الدين فتنة ربما ينقلب على وجهه. ويقوله أنا الدين كله فتنة. إذن المؤمن ضعيف الإيمان يا أخي مجاهد. كيف نطمئنه بأن الفتنة رحمة من الله وليس إقاب للمؤمن؟ أحمد قراوي يحييك أخي مجاهد. أشكرك شكرا جزيلا أخي أحمد. مع اتصال آخر سيد عز الدين من الجزائر. تفضل أخي عز الدين. السلام عليكم سيم جاهد. عليكم السلام ورحمة الله. والسلام وصول لدكتور رمضان. جمعه ومباركة إن شاء الله. أما فيما يخص تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفتن. أن النبي قد أخبرنا بما قد كان وسيكون. أخبرنا بهذا الفتن. وأن هذا الفتن التي تعيش فيها الأمة الإسلامية هي فتنة الحكم الجبري. الحكم الجبري والذي سبحان الله قد هيئوا شباب الأمة للرضوغ لهذا الحكم. وهذا بالمخدرات. وإننا كجزائري نحن في الجزائر ملاحظة خاصة في هذه الأعوام الأخيرة. وهذه الأيام الأخيرة الحراقة. ركوب زوارع الموت إلى أوروبا. يقول لك حال الشعوب كحال المسسون الذي يطلب مفاتيح السجن من سجانه. والحل هو كذلك مثل معروف. يقول لك العودة إلى الأصلي فضيلة. ألخص لك هذا الكلام في أبيات شعرية. وأهدي هذه الأبيات الشعرية لعميروش عبد الكافي. عمر عبد الكافي. يقول لك ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحري. خدماه يقينا لنا شباب يرون الشهادة مجدا. فلا المخدرات والمهلوساء. عليهم قادرين نساؤنا حرائر في المجد صاعدين. تلهمهم رجال في الكريهة مجربين. يا عالم ألا فلا يجهل أحد علينا. فنجهل ما فوق الشموخ الأوراثية جاهلين. ونشرب إذا شاربنا الماء صفوا ويشرب أعدائنا كديرا وطينا. ونحن الأمذيغ إذا محضنا تخر الجبابرة لنا شاتمينا. ما شاء الله. سلام. الله أشكرك سيد عزدي من الجزائر على هذه الأبيات وعلى هذه المشاركة. معي تصال آخر السيدة نوها من فلسطين. السيدة نوها تفضلي. أنت على الهواء تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لإلك الشيخ الموقر. أنت اثنين موقرين على هذا الدرس. على الحلقة المميزة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. برك الله فيك. أنا أحترمكم وأحبكم بالله. أنا نوها أسعد سعيد من فلسطين من الناصرة يا شيخ رمضان. أهلا. سهلا. من عرب الـ 48 يعني. إحنا المقيمين وإحنا إلا العرض وإلا العرض. أهلا. برك الله فيك. بتسألك سؤال أول إيش يلا يسعدك ويسعد مساك ومسايا أخي مجاهد. الله يكلم. إحنا مجاورين يهود. والرسول كان مجاور يهودة. نعم. بس إحنا مجبورين نتعامل محل. نعم. مش معاملة يعني خوة ورايحة وجيين وعندين وهن جيين. لأ ببتيني باقلوا من مطعمنا وببوتوا علينا وعادي وزيادة. نعم. بدي أسألك يعني إحنا نتعامل محل. آه. يعني معاملت يا الرسول إحنا بنمشي على قدوة الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه الصلاة والسلام. بعدين بحب أقول لك يا شيخ رمضان. نعم. الرسول كان يعلم شو بدي يصير عنا في البلاد. خالي بنصل زمان. الفتن. الفتن. إيش الفتن. الكذاب بصير سادق والسادق كذاب والمؤتمن خاين. وهذا إحنا إحنا فيه يا شيخ رمضان. نعم. إحنا فيه هذا الزمان. نعم. الفتن مع الأخوة. الخوات. يعني بحكي بشكل عام. إحنا الحمد لله عنا أخوة قدوة قدوة الحمد لله. مؤمنين بالله بليوم الآخر. نعم. بس أنا بدي أسألك السؤال. يعني هاي الأم العربية اللي عم تتشتت وتطلع من بلادها. هذا الرسول قال عليه الصلاة والسلام بتكون خيره أمير. من يتق الله يجعل له مخرجة. اللي بده يتأمر على العالم. يعني يكون أمير. كل بلد الهامير. يعني زي رئيس أملك. بتكون جد القدوة مش هجر الناس. وهي الفتن اللي عم بتصير بالبلاد العربية. نعم. والإسلامية بتهجر ونادد. بموتوا بالبرور. بموتوا بالبرور. ما حدث رأي العلم. بلادنا الإسلامية تزاعد دونس. مصر. بلادنا بتجنن. بتجنن بس لهم أمير اللي انجد. وعننا مليئن خير ربطنا. خير ربطنا موزول. بس إني مش بتعاملوا مع الشعب. كشعب. بتعاملوا يحطوا المصارب الجوبد. بصير شابة الشغط يا سيخ. إنتوا يعملوا. هاي لازم تعملوا اجتماعات. لاللي بتأثر بموتوا بالبرور يا أهل. بموتوا بالبرور والبرور. إنتقل لها شابة. إنتقل لها باللي بموتوا بها بيهن. لأن العربية شرابية ومليعة. حفظك الله. بس إنتقل لها شابة. حفظك الله ست نهى حاجة. بس إنتقل لحميكي. أشكرك على المشاركة وعزر المقاطع. لأن هناك اتصالات ووقت البرنامج. لكن الفكرة وصلت. ونحمد لك هذه المشاعر الطيبة. وهذه الرغبة الطيبة. أشكرك شكرا جزيلا. معي اتصال آخر سيد البخاري من السودان. تفضل الإمام البخاري. يبدو أننا فقدنا الاتصال. معي اتصال آخر سيد علي من السودان. تفضل سيد علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. تفضل يا سيد علي. عندي سؤال عن شرب ما زمزم. تفضل. هل شرب ما زمزم فقط للأمور الدنيوية. أو ممكن للأمور الأخوية. مثلا لطلب الجنة. نعم. في سؤال آخر. السؤال آخر بالنسبة للحسد. نعم. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. نعم. هل الحسد الذي يظهر الزمب يكون صاحب الزمب الذي وقع فيه. هل الحسد يكون سبب أم لا يكون سبب؟ يعني يقع في الزمب لأنه حسد يعني حد حسده فوقع في الزمب أصدق كده؟ نعم. طيب. نعم. أشكرك علي من السودان شكرا جزيلا لك. عدا إلينا البخاري من السودان مرة أخرى. تفضل إمام البخاري. تفضل. أستاذ البخاري تفضل. أيوة أستاذ البخاري إحنا سمعينك تفضل. أيوة. تفضل. جزيلا الله خير فضلت الشيخ إن شاء الله. وبسأل عن الفتنة وشدة الفتنة هي طبعا زي ما قلت تلغط. طيب ربما سبحانه وتعالى قال. والله لهادم الكعبة. لعنساء رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال والله لهادم الكعبة أهوى على من أن يقتل مسلم. ونحن نرى في البلاد والإسلامية بالذات يعني. الهارج والمرج وقتل المسلمين. نعم. ويعني أنا دار أقول للشيخ. وصل للرجل يعني إذا ما عايز يوصل. يعني إذا ما عايز يقول حق المفروض يسكت عن الباطل. نعم. نعم. طيب الليكسوأل يعني. يعني فينا سيقيفوا مع الصفة الباطل. حتى يعني يكسعوا بأهل الشر في زيد الغطر. وعندنا هنا في السودان كثير. هذا الموضوع في بلاد كثيرة يعني. نعم. فجزا الله خير إن شاء الله. نعم. أشكرك البخاري من السودان شكرا جزيلا لك. مع انتصال آخر سيد عبد القادر. سيد عبد القادر معنا على هاتف. تفضل. أهلا. أيها فندم تفضل أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي وسلامي إلى الأخ مجاهد والدكتور رمضان. الله يحفظك فندم. شكرا لك. تفضل. سؤالك فندم. أود تفسير نصيني كريم من كتاب الله عز وجل. وأنا متصل من الجزائر. نعم. تفضل. ما معنى أولوك تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم. والفتنة أشد من القتل. والفتنة أكبر من القتل. وما الفرق بينهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عبدالقادر يبدو أنك لحقت منها متأخرا. لأنها كانت في بداية الحلقة. والحلقة عندما تنتهي تنزل على موقع اليوتيوب. وأيضا على صفحة الجزيرة مباشرة على الفيسبوك. فيمكنك بالعودة إلى بداية الحلقة. ستجد جوابا وافيا من الدكتور. وسنقوم أيضا بنشر هذا المقطع. حتى يستفيد الناس من الفرق بين الفتنة أشد من القتل. والفتنة أكبر من القتل. أشكرك عبدالقادر. وشكرك لجميع من اتصلوا بنا. فضل الدكتور نبدأ من أبو أنس من نيورك. أيضا سأل على الفتنة أشد من القتل. فسيعود إن شاء الله إلى بداية القصة. ويتكلم عن فكرة ما حدث ما بين سيدنا موسى وسيدنا هارون. وكيف تعامل مع الفتنة. ويقول أن سيدنا هارون تعامل مع مشركين. هم أشركوا بالله عز وجل. ومع ذلك استخدم الحكمة في هذا التعامل. نعم هو معنى أن تكون هناك فتنة. ليس معناها أن نتعاطى معها بصورة واحدة في كل المراحل. بل وضع القرآن الكريم أسالي. وضعت السنة النبوية المطهرة أسالي متعددة. منها الصبر ومنها العلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. من دمه يقول ستكون أثرة ويكون أمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الموقف الموجود بين موسى وهارون عليه السلام. سيدنا موسى أمر سيدنا هارون بأمر معين. أن يحافظ على هؤلاء حتى يعود. مهما صنعوا ومهما وقعوا. فكان من عمل هارون عليه السلام أن يحافظ على وحدتهم. حتى يعود إليهم النبي المرسل فيهم سيدنا موسى عليه السلام. فهو تعامل معهم بالصبر والحكمة وطول البال وسعة الصدر. لأنه كان مأمورا بهذا من سيدنا موسى عليه السلام. وكل نوع من أنواع الفتنة له طريقة في التعامل. واحدة نتعامل معه بالصبر. واحدة نتعامل معه بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرة. إلا من أحياه الله بالعلم. هذا علاج عملي من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يكشف لنا طبيعة الفتنة. يكشف لنا طريقة التعامل معها. العلم. العلم يمبني على القرآن. والمبني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن نؤدي الذي علينا. وأن نسأل الله الذي لنا. يعني لو هناك أب له ولد. ولد يعني بدأ يذهب في طريق ما غير صحيح. غير سوي. نعم. يعني يتكسل عن الصلاة. نقول له هذه فتنة. نعم. هذا صحيح. ما هو الطريق الأمثل لعلاجه. الطريق الأمثل في التعامل مع هذا الواقع. ألا يعنف. وألا يزجر. وإنما يبدأ بالبيان والتعريف. ويبدأ بالمرغبات. ويبدأ بالصحبة الصالحة. ينقله من الصحبة التي وفيها إلى صحبة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا قال في الحديث الذي ذكره. عن قاتل مئة نفس. العالم قال له. انتقل من هذه البلد إلى بلد أخرى. فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل. فإيجاد البيئة الصالحة يعين على هذا. فالتعامل مع الفتنة يمكن أن يكون بالتبين والإضاح. يمكن أن يكون بالصبر عليها. هو يعرف أنها فتنة. يعرف أنها بلاء. يعرف أنها اختبار. لكنه ليس عنده العزيم. هذا يحتاج إلى تحفيز. وإلى دعم. وإلى تقوية حتى يعبر من هذه المرحلة. ومن الفتن ما يكفيك فيها. أن تقوم بحقك. وتترك الباقي لله سبحانه وتعالى. هذه الفتن الكبرى. التي لا يستطيع الإنسان أن يغير في واقع الحياة فيها شيئا. فدور الإنسان فيها الفرد. أن يؤدي الذي أمره الله عز وجل. والباقي يدعه لله سبحانه وتعالى. بما أننا تحدثنا عن سيدنا هارون وسيدنا موسى. في هذا الموقف دكتور أكيد هناك وقفة. فكرة أن سيدنا موسى يلقي بالألواح التي مكتوب بها كلام الله عز وجل. ويحدث حوار ما بين سيدنا هارون وسيدنا موسى. يعني لو وقفنا عنده بباب التعامل أيضا مع الفتنة. صحيح. يعني هو سيدنا هارون طبق النص كما أمره موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ برأس سياخية جره إليه. لا لأنه لم يفعل ما أمره. بل لم يفعل الأصوب وليس الصواب. لم يفعل الأولى وإنما فعل خلاف الأولى. وهذا الخلاف موجود في كل الشرائح البشرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال. لا يصلينا أحدكم من العصر إلا في بني القريضة. فريق من الصحابة قال. لم يرد مننا ذلك وإنما أريد مننا الإسراع. هذا حث على الإسراع. فصلوا والتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفريق لم يصلوا حتى غربة الشمس ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ بطريقة وهذا أخذ بطريقة أخرى فسيدنا موسى عليه السلام عندما عاتب هارون عليه السلام لم يعاتبه لأنه التزم بأمره بل عاتبه لأنه رآهم على الشرك وعبد العجل ومع ذلك حافظ عليهم سيدنا هارون أيضا كان عنده وجهة نظر وعنده منطق قال يا ابن أم لا تأخذ بالإحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قوله هو أمره به وحافظ عليهم فهو صنع ما طلبه موسى بالضبط دون زيادة أو نغسل سيدنا موسى كان يريد منه أن ينتقل أبعد بين اللقوف عند الناس الظاهر بل يتعامل مع الغاية والأمر الأساسي وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحتى عندما سيدنا هارون وضح لسيدنا موسى وجهة النظر تقبلها سيدنا موسى واستمر في الطريق يعني لم يخونه لم يعني يجبنه يقول له أنت خفت كل الشرائح البشرية فيها أنماط الناس مختلف يعني جي للنبي الصلاة في أبو بكر يمثل مدرسة وفي عمر يمثل مدرسة ويشتد الخلاف بينهم حتى يأتي بعض الوفود إلى النبي صلى فأبو بكر يقول أمر عليهم الأقرع ابن حابس وعمر يقول أمر عليهم القعقاع سيدنا أبي بكر ما أردت إلا خلافي أنت لا تريد شيئا إلا فبكر يقول له رضي الله عن الجميع ما أردت خلافك فهي مدرسة وهذه مدرسة أخرى وهذا التنوع الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد سعد من الكويت ضرب أمثلة لفكرة التطاول على الغير الطعن في الأعراض السخرية هل يعتبر هذه الأمور من الفتن أيضا؟ طبعا هي فتنة من باب أنها إذاء ومن باب أنها احتقار وازدراء للإنسان ومطلوب الإنسان أن يصبر على من يسفو عليه وعلى من يتجاوز في حقه بضوابط طبعا وبشروط معينة حتى لا يستمر هذا ويديم هذا الأمر وإنما يتعامل معه بسعة الصدر والحلم وأخلاق الإسلام العالية ثم إذا لم يسعه هذا فقد كفر الله سبحانه وتعالى له أن يأخذ حقه والله تعالى يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثله فمن عافى وأصلح فأجروا على الله من لطائف الأسليم البيانية في القرآن في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الثانية دي ليست سيئة أصلا هي حسنة يعني أن أعتدي عليك لا سمح الله فتعتدي عليها لا سمح الله فتسمى الثانية سيئة لا هذا حقك لكن لماذا سماها القرآن الكريم سيئة هذا لينفر صاحب الحق من أن يحرص على حقه تماما يعني في سعة الصدر مندوحة وفي العفو وفي المسامحة باب متسع فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمد نعم برك الله فيك دكتور أحمد من الجزائر يقول يعني فكرة الحديث على أن الحياة فتنة وأن فينك فتنة في الدين قد تجعل الشخص يعني يترك الدين لأن هذا الدين يخوف بهذا الشكل بهذه الفتن هذا كلام رائع وراقي وهذا لم يقصد تماما إنما يقصد أن حتى الابتلاء حتى الفتنة في الدين فيها مرحمة وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فالمؤمن في حال عافية وفي حال البلاء هو في نعمة من الله سبحانه وتعالى في حال الفتنة وفي حال الخلوة من الفتنة هو في مرحمة من الله سبحانه وتعالى فالدين كله رحمة وكله سعة وكله روعة وكله جمال بارك الله فيك دكتور الحق نوهة من فلسطين من الناصرة وتحياتنا طبعا كلنا لأهل فلسطين تقول نحن مجاورين لليهود نتعامل معهم ويتعاملون معنا طبعا ضربت مثال النبي صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي نعم فتقول كيف نتعامل معه نعم نتعامل معهم في هذا الوضع القائم حاليا صحيح نحن نكره اليهود لا لأنهم يهود بل لأنهم أخذوا حقوقنا فلو كان لي جار يهودي مسالم له علي حقوق وله لي عليه واجبات فالتعامل مع هؤلاء يكون بالتعامل الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع تمر أو صاع من شعير وكان جيران النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ويحسن النبي صلى الله عليه وسلم التعامل معهم فإن الدعوة العملية هي أفضل من الدعوة الكلامية لكن لا ننسى أن اليهود المستقرين في هذه البلاد المباركة هم معتدون وهم محاربون وهم مقاتلون اغتصبوا أرضنا وعرضنا على مستوى الدولة فالتعامل على مستوى الأفراد يكون بالحقوق والواجبات التي شرعها الإسلام لكن يكون في ذهننا أن هؤلاء هم محاربون ومغتصبون لأرضنا وبلادنا هي قالت أيضا فكرة ما يحدث الآن حول الأمة العربية والإسلامية وفكرة أن الفتن زادت بشكل كبير جدا وأن هناك من يصفق لمن اغتصب الحكم وأخذه بعد انتخابات وبعد ثورات وبعد تحركات على الأرض يعني الشباب قدموا الغالي والنفيث حقيقة المضامين التي وردت في كلامها ورد مثلها في كلام أخونا الجزائري عز الدين ورد في كلامه الشباب الحرقة لعل هذا المصطلح مصطلح غريب أنا أعرف حرقة يعني الذين يحرقون أوراقهم وجوازاتهم ثم يمضون في البحر حتى يطلبون اللجوء السياسي فيسمون هؤلاء الذين يعبرون بهذه الطريقة يسمونهم الحرقة يعني حرقون أوراقهم أو جوازات سفرهم هذا المعنى الموجود هنا هو المعنى الموجود هنا هو الموجود في كل بلادنا أو معظم بلادنا العربية لأننا نفتقد الحاكم العادل الذي يأخذ الناس إلى الله عز وجل الذي يقيم. لماذا تحب بعض الشعوب حكامها؟ لأنه عنده حرية. عنده أمان. عنده وفرة في المعيشة. عنده راحة. عنده استقرار. فالناس لا يريدون أن يثوروا. لا يريدون أن يتحركوا. لا يريدون أن يعتدي بعضهم على بعض. لأنه عنده كل مطالبه التي يريدها. هو آمن. وفي وظيفة. وفي رغض من العيش. وفي استقرار. وعنده كرامة إنسانية. فلماذا يغير في المكان الذي هو فيه؟ أما كثير من بلادنا العربية. فإنهم لا يتركون الحكم. إلا عن طرق المعروفة. كما لا يخفى عليكم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد شعوبنا. ويعيد حكامنا. ويعيد بلادنا جميعا. إلى الحكم العادل الرشيد. إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. برك الله فيك دكتور. دكتور علي من السودان. كان يسأل عن فكرة شرب زمزم. هل فقط للأمور الدنيوية؟ يعني زمزم لما شرب لها؟ نعم. هو نص هكذا لما شرب له. بدون تفصيل. فيبقى هكذا. لكن طبعا ينبغي أن يكون في ذهن المسلم تفاصيل لهذه المضامين. يعني أنا لا أشرب زمزم وأقول أدخل الجنة. يا ربي أشرب زمزم وأدخل الجنة. أقول أمين يا سبحانه. أمين يا رب. لا أقول هذا. وأنا معن صلاة الفجر. هذا لا. هناك أسباب. هناك قوانين. هناك سنن. هناك نوميس وضع الله سبحانه وتعالى. فزمزم لما شرب له. هذا يعني لا ينفي الأسباب. لا ينفي السنن. لا ينفي القوانين. وإنما يسر لك هذا الأمر. ويقدم لك الفأل الحسن. وعاجل بشرى المؤمن. كما يقولون. فأنا أصنع هذا. وأأخذ بالأسباب التي تعينني على دخول الجنة. حتى لا يحدث هناك تنازع بين تنزيل النص. بين النص. وبين تنزيله على الواقع. السؤال الآخر كان يتكلم عن الحسد. هل ممكن أن يقع الإنسان في ذنب بنتيجة الحسد؟ هذا أيضا نوع من الكسل المبرر. يعني أنا والله ما صلتش النهاردة. علشان أنا محسود ولا. أم بس يتوضى والحسد يروح وتصلي ولا فيش أي مشكلة. يعني فيه دواير فيه الفهم عندنا محتاج عندما عظمنا في العالم العربي. يحتاج إلى أعادة صناعة. إلى أعادة صياغة. إلى أعادة تدوير. نخلط بين الدائرة المسئولية الفردية. وبين المسئولية الجماعية. نخلط بين المصطلحات والمفاهيم. فأظن أن السحر والحسد والجن. يعني هذا يؤثر علي. فيجعلني أترك الوجب. شيخ الغزالي يقول عليه رحمة الله له بعض لطائف في بعض كتاباتي ومواقفه. يقول يأتيني شاب طويل عريض. ويقول أنا لم أصنع كذا من الواجبات والفرائض. لماذا يقول لأنني ركباني جن. فقال له كلمة بالعامية المصرية. ولماذا لم تركبه أنت وانت مثل العفو. لماذا لم تركبه أنت طويل عريض. لما ركبته شنت. فبعض الناس يجعل الشماعة السحر والحسد والجن يعلق عليها كل الكسل. فنحن نقول لأخينا علي وكل علي في شعوبنا العربية. خذ بالأسباب وتوكل على الوهاب. ولن يقع في ملك الله إلا ما يريد. برك الله فيك دكتور. أبو أنس من يوركي كان لي سؤال أو إصلاح يقول أن فكرة العلماء الربانين. ويقول أن هناك علماء ربانين قاربين من السلطة. وعلماء ربانين بعيدين عن السلطة. فكيف يمكن التناغم بينهما في فكرة إصلاح رجل السلطة أو الرجل؟. دعني أولا أحدد معنى بسيط حتى لا يختلط على المشاهدين الكرام. معنى رباني لا يتحدث عن موقعه. هو في أي مكان لكن رباني. بالعكس إذا كان تقيا لله عز وجل وربانيا. وقريبا من دوائر التأثير على القرار هذا أفضل. أحد الحسن البصر يقول لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام. لأن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرين. لا نقول للعلماء تخلوا عن الأمراء. لا كونوا حولهم. لكن لا يستغلون كم. لا يوظفونكم. بل هم وأنتم ونحن والدنيا كلها تنزل على مراد الله سبحانه وتعالى. فالعالم الرباني الذي هو قريب من الحكام وأصحاب القرار والمؤثرين في القرار. هذا موقعه مهم. وربانيته في أن يوصل لهم الرسالة واضحة. والعالم العامي المختلط بالعامة والذي يتحرك بين الناس. هذا أيضا له دور. وكلاهما يكمل بعضهم بعضا. وكلهم لديه الرسالة واضحة. ولديه المنهاج واضح. ويقول أحد الحكماء. المسلم يدور في الحلبة كما يدور المصارع. لا ليترك خصمه. بل ليرى المكان المناسب. ويغير موقعه. ولا يغير موقفه. سواء في الجمعة. في المدرسة. في الشارع. في الوزارة. في الإمارة. هو هو يقول كلمة الحق. كما يعني علمها. وكما فهمها من كتاب الله عز وجل. طيب. دكتور. لو أن أحد الأشخاص وقع في فتنة. نعم. واستفاق منها. نعم. وأراد أن يعود. نعم. ماذا عليه أن يفعله؟ طبعا. هذه الحديث عن الفتنة. والتعامل معها قبل أو بعد. هذه بعد ما يقع في الفتنة. هذه يعني يخرج من هذه الفتنة. إذا خرج منها. يأخذ درسا من التجربة التي وقع فيها. فالسعيد من وعظ بغيره. والشقي من وعظ بنفسه. هذا يعني رغم أنه وعظ بنفسه. ودخل الفتنة. لابد أن يستفيد من هذه الفتنة. ومن هذا الدرس. الأمر الثاني. إذا ترتب على هذه الفتنة حقوق واجبات. ينبغي أن يؤديها إلى أصحابها. إذا كانت الفتنة دي. لا سمح الله في أعراض. فينبغي أن يصلح هذا الأمر. إذا كان فيه مال. ينبغي أن يرد المال إلى أهله. إذا كان فيه غيبة أو نميمة أو شيء. ينبغي أن يرد هذه الحقوق إلى أصحابها. فالتعامل مع الفتنة قبل الوقوع فيها له طرق. وبعد الوقوع فيها لها طرق. فمن التعامل معها بعد الوقوع فيها. أن نأخذ الدرس منها. وأن نؤدي ما يجب علينا. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سأله الصحابة. فما تأمرنا يا رسول الله. قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم. وأن تسألوا الله عز وجل الذي لكم. أمر الثاني. العلم إلا من أحياه الله بالعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أرضاه لني. وقعت الفتنة. معنى ذلك. أني جاهل بهذه المسألة. سواء جهل معرفي. أو جهل أن أعرفها معرفة ثقافية. لكني لم أكن متأقض القلب والضمير. فالجانب المعرفي له غذاء عقلي. والجانب القلبي والوجداني له غذاء روحي وسلوكي. وبهذا لا يعود الإنسان مرة أخرى إلى الفتنة. ولا يقع في حبائلها مرة أخرى إن شاء الله. دكتور في زمن المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والإنستجرام وغيرها من المواقع. نجد فتن تقوم وتقعد حول شخص أو دولة أو هيئة أو جماعة أو حزب بشكل كبير جدا. ما هي نصائحك لكل من يكتب أو يتناول أو يقوم بإعادة نشر مقال أو نشر بوست؟ الحقيقة هذه الوسائل السيارة السائرة هذه الوسائل الذائعة الشائعة هذه سبب لخير كبير وسبب لشر كثير. ويخيل إلي أن عموم الناس يفهمون أنه مستفت في كل أمر. يعني إذا رأيت فكرة على صفحة يهيأ لي داخليا أنني لابد أن أعلق. لابد أن أحلل. لابد أن أكتب مع أنني لم أمر بهذا. يضع الإنسان في حسبانه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العبد لا يلقي لها بالة. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالة. يهوي بها في النار سبعين خريفة. فإشاعة وإذاعة شائعة معينة على طرق التواصل. كلما تشيع. كلما أخذ صاحب هذه الإشاعة. ومن يروجها ومن يسعى في نشرها من وزرها. مثل ما أخذ أصحابها. فالإنسان يترفق ويتريث. ولا ينشر إلا ما يتأكد منه. حتى في الأمور العلمية الطبية والصحية. في كل أمور الحياة لا أنشر إلا ما أكون متأكدا منه. ويكون على مسؤوليتي في الدنيا وأمام الله سبحانه وتعالى. إن لم يتبقى من هذا وقت الماتعي. مر الوقت السريع معك دكتور رمضان إلا دقيقة. فبماذا تنصحنا في هذه الأيام المباركة؟ والله أنصح نفسي أولا. وإخواني وأخوات المشاهدين والمشاهدات. بالعود السريع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شهر مبعث النور ومبعث الضياء. وشهر العودة الحقيقية إلى السنة. نتدار السنة النبي صلى الله عليه وسلم من زوايا متعددة. ولو عبر كتاب صغير. حتى نحبب أنفسنا في رسول الله أكثر وأكثر. ونعرف أولادنا برسول الله أكثر وأكثر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة أستاذ دكتور رمضان الخميس. أستاذ التفسير وعلم القرآن في كلية شريعة جامعة قطر. شكرا جزيلا على وجدك معنا دكتور رمضان. بارك الله فيك. إن الرسول لنور يصطدأ به. مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش. قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل. وأشكركم مشاهدين الكرام إلى أن ألقاكم يوم الجمعة المقبل لكم كل التحية. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر